الانطلاق نحن أيضا نبحر مع هذه الشعارات التي تتنافس على نيل الجائزة والناموس في هذا المهرجان السنوي الكبير انتشار موفق ورائع في هذه التقطية وفي هذا الحدث الكبير نحن في طريق ليلة مقدمة الشوط لنتابع الصدارة ونفتتح لداعة صاحب المركز الأول وشاهد من على بعد تجمع كبير على مقدمة الشوط وهناك أيضا شعار يعلن وجوده على المقدمة يصار أيضا الناموس مبكرا ليتواجد بقوة في هذا الحدث وفي الموقع الأول مشغل الذي يفتتح لداعة في هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب ومحمد بن سعيد بن مرشد من يقدم هذا الأسم في أول المواقع وأول المراكز نقلتنا التالية ستكون على المركز الثاني المركز الثاني يتواجد به شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب سعيد بن أحمد بن خريدة ولكن مرسال غيل بسرعة على المركز الثاني لسمو الشيخ علي بن عبدالله بن عبدالرحمن الثاني وسعيد بن طفلة المري يتواجد أيضا مضمرا النقل التالي على المركز الثالث في هذه اللحظات يتواجد شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب ولمضمر عتيج بن سعيد بن عرشد هو أقرب منافس لمولع في هذا التحدي المركز الثالث الأسد لهجنا الرئاسة مبارك بن أحمد بن مؤيد الخيالي خلونا عند الثلاثة نتابع نتابع هذا الشوط ونراقب نراقب التحدي ولكنه مولع أمولع زوام الركض نار أمولع الشوط نار أمولع الإثار نار يروح ويتحرك من الحسن إلى أحسن غير في الأعداء غير في المهمة غير في التخطيط المركز الثاني الأسد لهجنا الرئاسة مبارك بن أحمد بن مؤيد الخيالي عندك عندك الفرصة الأخيرة يا الخيالي ولكنه مولع ما يرضى إلا أنه يوصل هذا الشعار رأس وللمرة الخامسة إنهني سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم تهانين أيضا لهجنا العاصبة وللمضمر أيضا حمد بن راشد بن غدير على فوز مولع بالمركز الأول المركز الثاني الأسد لهجنا الرئاسة المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المركز الرابع لهجنا الرئاسة والخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل كاملة مكملة نعود بإحلة التهاني والناموس لهجنا العاصفة ومالك هجنا العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وللمضمر حمد بن راشد بن غدير ناخذ التوقيت الزمني هذه لحظة الإعادة من مخرجنا الذي تألق في إخراج هذا الحدث ويتابع أيضا لحظة الإعادة مع مولع الذي استطاع أنه يشط طريقة إلى نموس هذا الشيخ بشعر هجنا العاصفة بتوقيت الزمني مقدارة 9 دقائق 16 ثانية وفان وتماما أما المركز الثاني نتأكد من توقيت المركز الثاني ونشوف المركز الثاني في هذه اللحظات بتوقيت زمني 9 دقائق 16 ثانية 7 أجزام الثانية تهانينا والناموس لهجنا الرئاسة والمبارك بن أحمد بن مائد الخيلي المركز الثالث الذي وصل فيه شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بتسع دقائق و17 ثانية 8 أجزام الثانية تهانينا والناموس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر